اهلا بكم خفض صندوق النقد الدولي معدل النمو المتوقع في العام الحالي والعام المقبل بالمغرب معتبرا ان المضي في تليين سعر صرف الديرهم والمشاورات حول خط الوقاية والسيول المرين ما زالت متواصلة واكدت بعثة الصندوق على ان الانتقال الى مرحلة اعلى في مسلسل تليين سعر صرف الديرهم يقتد الانتظار الى حين زوال حالة عدم اليقين السائد على صعيد الدولي علما ان والي بنك المغرب كان قد شدد على ان الانتقال الى مرحلة جديدة رهين بتوفر شروط ومشيرا الى ان الضرفية الحالية لا تساعد على ذلك اكد وزير شؤون الخارجية والتجارة المجاري بيتر سيزي جارتو بطنجا دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي وعملية الامم المتحدة لحل قضية الصحراء وقال في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في الدورة الرابعة عشر لمنتدى ميديز التي تختتم اليوم انه يجدد التأكيد على البلاغ المشترك للعام الماضي الذي يبرز دعم هنغاريا لمفهوم الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب مشيدا في نفس الان بتعاون القائم بين المملكة المغربية وهنغاريا بعد يومين من التبادل والنقاشات اختتمت بمراكش اشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العالمي للنساء رئيسات المقاولات العالمية رئيسة العالمية للنساء رئيسة المقاولات العالمية ماري كريستين اوغلي قالت ان دورة مراكش شكلت لحظة للتبادل والتقسم البناء حول مكانة ودور ريادة الاعمال النسائية في البيئات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الاعضاء دعت مجموعة البنك الافريقي لتنمية عشية انطلاق اعمال الدورة السابعة والعشرين التي تبدأ بمصر غدا لمؤتمر الدول الاطراف في اخفاقية الامم المتحدة الاطار بشأن تغير المناخ كوب 27 دعت لدعم اولويات التنمية في افريقيا مؤكدة ان هذا الحدث سيشكل مناسبة جديدة للتعبير عن مخاوف القارة الصمراء بشأن قضايا تغير المناخ اعتبرت المندوبة الامريكية لدى الامم المتحدة ان سلسلة التجارب الصاروخية التي اجرتها كوريا الشمالية تشكل استهزاء حسب تعبيرها بمجلس الامن في انتقادات مبطنة للصين وروسيا كذلك كانت سيور قد اعلنت ان كوريا الشمالية اطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم الخمس الماضي مرجحة ان تكون هذه العملية باءت بالفشل وسط وابل قياسي من الصواريخ التي اطلقتها بيونج يونج خلال 24 ساعة وردا على خطوة تجارتها الشمالية اعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمديد المناورات الجوية المشتركة بينهما والتي تعد الاكبر من نوعها على خلفية ما وصفاه بالاستفزازات الاخيرة الكورية الشمالية انتهى الموجز الى اللقاء